شرارة الاحتجاجات داخل الأحواز وامتدادها إلى العاصمة طهران ومدن كأصفهان وكرج استقدمت السلطات الإيرانية الفصائل الولائية من العراق لقمع ثورة الأهواز جنوبي البلاد مصادر أحوازية ذكرت أن السلطات الإيرانية استقدمت أكثر من 1500 عنصر من الفصائل الموالية لها في العراق لمساندتها مع تمدد الاحتجاجات من الأحواز إلى مناطق أخرى وهو ما يشكل تهديداً كبيراً لطهران مع اقتراب تسلم الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي للسلطة التنفيذية في البلاد خلفاً لحسن روحان آب المقبل ودخلت الاحتجاجات في الأحواز ومناطق واسعة في جنوب إيران يومها الثامن واستعمليات اعتقالات واسعة وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ومنذ الخامس عشر يوليو الجاري خرج آلاف الأهوازيين في غوزستان جنوب إيران احتجاجاً على نقص المياه وانتشار الجفاف وانقطاع الكهرباء بعد بناء الحكومة سدوداً على خمسة أنهار تمر بالأهواز لتحويل المياه إلى الداخل الإيراني ما قلل كمية المياه في المنطقة وتنكر السلطات الإيرانية أن أغراضاً سياسية وراء قرارات تحويل مجار الأنهار في الأهواز إلى درجة أن الرئيس المنتهي ولاية حسن روحاني اتهم السكان العرب بالمسؤولية عما يجري من أزمة مياه في المنطقة لاستمرارهم في زراعة الرز المحلي وبحسب المصادر فإن الفصائل الموالية التي عبرت الحدود الإيرانية العراقية بكامل معداتها العسكرية إلى الأحواز لقمع الثورة تتشكل من عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا الخراساني وحركة النجباء فضلاً عن مجموعة من لواء فاطميون المرابط في سوريا والإشكالية هنا أن هذه الفصائل تعلن أنها جزء من هيئة الحجد الشعبي وتأتمر بأوامر القائد العام مصطفى الكاظمي وتستنم رواتبها من الخزينة العراقية فهل كان ذهابها إلى إيران بأمر من الكاظمي أم استجابة لمرجعيتها الحقيقية وهل من سيقتل من هذه الفصائل سيعد شهيداً عراقياً وتدفع له الدولة راتباً تقاعدية ترجمة نانسي قنقر